العودة المدرسية عادت مختلف المؤسسات التربوية والأقسام التي أطلقت أبوابها قبل العطلة بسبب تفاشي فيروس كورونا في صفوف التلاميذ عادت للعمل جميعها مع حرص مختلف الأطراف المتداخلة على تأمين صحة عالية لكل التلاميذ والإطار التربوي العامل بهذه المؤسسات التربوية مؤسسات التربوية التي فتحت أبوابها مع وجوه التلاميذ واستقبلت تلاميذها معناها كان معتاد معناها حتى إشكالية معتادها في العودة المدرسية نعم حتى كانت معلقة أنهت فترة الغلاقة متاحة وكانت انتهت في العطلة وبالتالي العودة يوم أمس كانت لكل مؤسسات التربوية عصينا خلال العطلة على تزويد جميع المؤسسات التربوية بكل ما يلزم للوقاية من مواد تنظيف وجال ولبافات إن شاء الله بطبيعة ما زلنا إلى حد الساعة ما زلنا قاعدين نوزعوا حارسين كل الحرص والتوسيات والاجتماعات وقت بكافة السادة المديرين حتى يقع تطبيق المرسوم عدد واحد اللي هو يستوجب دخول المؤسسات التربوية والإدارة الجهوية بتابعة الحال بما فيهم التلاميذ اللي فوق سنهم 18 سنة ما عاد يدخلوا إلا بالجواز الترقيح بطبيعة الحال عنا شوية صعوبات مع بعض زملائي ما لقعوش عودة مدرسية دون إشكالات عديدة في ولاية مدنينة لكن وضعا وبائيا وصف بالدقيق جدا بارتفاع أعداد الوفيات والحالات المؤكدة الحاملة لفيروس كورونا في ولاية مدنينة مرفع حالة الإيجابية أو نسبة الإيجابية في الجهة إلى 15% وطنيا معلسف الوضع الوبائي نزال مع تدقيق في ولاية مدنين يعني عدد ما زلنا نسجلوا في حالة مرتفعة مع حالة يعني معداد مرتفعة احنا مثلا خلال 24 ساعة الماضي تم تزيين يعني 160 حالة إيجابية منها مزوز حالة وافدة و 158 حالة محلية ولاية مدنينة في الأيام الأخيرة صنفت من أكثر الجهات ارتفاعا في أعداد الإصابات ونسبة الوجوبية على حالات المؤكدة ما يجعل التوقي بمختلف الإجراءات الوقائية والإقبال على التلقيح السبيل الوحيد لتجاوز هذه الإشكالات